ومشاورات مكثفة أجرها وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستنى برئاسة الدكتور بشار الجعفري مع وفدي روسيا وإيران في إطار الجولة الخامسة من اجتماعات العاصمة الكازاخستانية التي انطلقت برعاية الدول الضامنة الثلاثة ومشاركة الولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة ووفدي الجمهورية العربية السورية وتنظيمة الإرهابية روسيا التي تعاول الكثير على اجتماعات أستنى وتصر على التوصل إلى نتائج محددة وصفت بلسان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا أليكساندر لافرنتييف أجواء الاجتماعات بالإيجابي للغاية وأكد لافرنتييف أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على حدود وكيفية عمل مناطق خفض التوتر الأربعة مشيرا إلى أن مشاورات على مستوى الخبراء وبين رؤساء الوفود تجري اليوم وغدا بهدف رسم خرائط هذه المناطق وتحديدها لا يوجد اتفاق بهذا الصدد يجري حاليا العمل على التوافق على المعايير والتفاصيل وهذا ما تتم مناقشته لكن النتيجة المحددة نستطيع التوصل إليها غدا فقط والموقف لدى الوفود المشاركة والدول الضامنة إيران وتركيا إيجابي للغاية وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف أكد من جانبه أن جدول أعمال اجتماع أستانا الخامس سيركز بشكل أساسي على بحث مناطق تخفيف التوتر وحدودها نحن نتحدث أولا وقبل كل شيء عن كيفية تطبيق المذكرة الخاصة بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر والتي وقعت عليها الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا في الاجتماع الذي عقد في أي عر الإيجابية السورية واضحة في التعاطي مع اجتماع أستانا ومحادثات جينيفة بانتظار مواعيد سياسية هامة تبدأ في السابع من تموز الجاري بالقمة الروسية الأمريكية في هامبورغ بألمانيا يليها في العاشر من تموز انعقاد الجولة السابعة من محادثات جينيف